اطلع فريق من وزارة التربية والتعليم على أعمال الترميمات التي شهدتها عدد من مدارس مديرية حبيل جبر بمحافظة لحج والتي تنفذها منظمة رعاية الطفل وخلال النزول إلى المدارس المسادفة اطلع الفريق الزائر برئاسة سالم صالح يعمر وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع ومعه مدير عام تصميم وتنفيذ المباني المدرسية المهندس محمد منصور ومدير عام الخارطة المدرسية صالح علي مجلبة على مستوى سير العمل وجودة التنفيذ في عشر مدارس شهدت أعمال ترميم متنوعة وأكد مدير مكتب التربية والتعليم في حبيل جبر عبد الحميد شعي لأن مشروع الترميم شمل عشر مدارس كانت هي الأكثر احتياجا لهذا التدخل مقدما شكره لدور منظمة رعاية الأطفال في تدخلاتها بالجانب التربوي ترجمة نانسي قنقر